طارق صالح الفر من الحوث بعد معركة قصيرة معه بصنعاه يتواجد في عدن ليس اي لاجئ هو بل احد افراد العائلات التي انفردت بعدان منذ صيف اربعة وتسعين وامرت القوات العسكرية الموالية لها بتدمير المدينة في حرب استمرت اكثر من ثلاثة اشهر خلفت الاف القتلى والجرحى والمفقودين في الفين وخمسة عشر ما هو موقف المجلس الانتقالي من تواجد طارق محمد عبدالله صالح في عدن اما موقف قوات الحزام الامنية التي تغلق الطرقات امام المواطنين باعتبارهم من اتباع المؤتمر اين هي ادارة امن عدن بعد مرور ايام على الاعلان الرسمي عن تواجده هناك لا زال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا في بصره غشاوة وسد المخطط الاماراتي يقف حائرا دون رؤية المعسكرات التي تعيد الامارات بناءها لطارق برأي مراقبين فان النهج الشعبوي الذي اسسه عيدروس الزبيدي في تصدر ملف الجنوب عاد ترتيب اوراق القضية بحيث تكون مايعة مع توجهات الممول لمجلسه فقد استوعب المجلس احمد بن بوريك ولملس وغيرهما من قيادات المؤتمر الشعبي العام ليس لدورهم في الحراك الجنوبي بل لمعارضتهم الرئيس هادي بعد ايقالتهم او قبلها ايضا اذا ماذا عن هاني بن بوريك قايد قوة الحزام الامنية الشهيرة بترحيل المواطنين واحتجازهم خارج القانون والتقطع لهم في منافذ عدن الرجل صامت ويبدو مهتما اكثر بالرحلات الخارجية بين عواصم الخليج بالحقيقة وضعه حرج جدا خاصة وانه السلفي كانت تربطه علاقة وثيقة اثناء تواجده بدماج اذ كان طارق حلقة الواصل بين النظام وبينهم احتراما لتلك العلاقة ربما فضل الشيخ المبجل الصمت وربما لشيء اخر فخصومة الاحزاب السياسية تجمعهما معا وما ينطبق على عيد الروس وبن بوريك ومجلسهما ينسحب الامر على شلال وكثير من مجالس الحراك الجنوبي ما جعل مكونات اخرى تعيد مفاهيم المقاومة الجنوبية لتصدر المشهد واعلان رفض تواجده لكن لا احد يعلم اي مجالس مقاومة هذه التي تعلن بيانات الرفض لتواجده بالمقابل كان موقف رئيس الحكومة الشرعية باندغر واضحا لا نبس فيه الجمهورية او الامامة الشرعية او الحوثي كما نفت الانتباه موقف نائب مدير امن عدن العقيد علي الكازمي الذي رفض صراحة تواجد طارق هناك فضلا عن ممارسة اي نشاط عسكري باعتباره عدوا ارتكب جرائم حرب اشتركوا في القناة